نصبح عليكم مرة تانية وخلينا نصبح على زملتنا دينا شرف ونروح نتعرف منها على أخبار التقس في القاهرة وباقي المحافظات صباح الخير يا دينا صباح الخير يا مصطفى صباح الخير بسانت صباح السعادة والتفارع على كل مصيم في كل مكان صباح الخير عليك يا دينا قول لنا كده مين من المدرسين أثر فيك يا أنت صغير؟ أنت عندك وقت تاخدوا مراحل الدراسة كلها معي أكتر حد بالنسبلك أنت حسيتي أنه ده أثر في شخصيتي جدا وأنا فيه فعلا عدد من الأشخاص في حياتي من المدرسين الدرسولي على مدار المراحل للدراسة من وحنا فاصلا في ابتدائي الأعداد دي أثروا فيها بشكل كبير جدا يعني عمري ما هنسى ميس عزة اللي كانت بتدرس لنا اللغة العربية في الأعدادية وكان بالنسبة لنا لنحو يعني بداية بقى النحو بتعمق شديد جدا كان في الأعدادية فكان صعب عيننا كلنا كانت بتبسطوا بشكل كبير جدا عمري ما نسى لو كبرت شوية ودخلت سنوي وسنوية عمى عمري برضو ما هنسى ميس فاطمة في الكيميا بدرجة أنه أنا يمكن في امتحان السنوية العامة أنا جبت الدرجة النهائية في الامتحان بسبب دراستها لنا وسبب طريقتها لتوصيل المعلومة بطريقة هادية وجميلة جدا وهي كاتشيك كده وكلاس قوي فكنت بحب قوي أن أنا أتعامل معها وافهم منها قوي دخلنا بعد كده بقى وصلنا مراحل الجامعة والماجستير لن أنسى فضل دكتور محمود عالم الدين رحمة الله عليه في كلية الإعلام جامعة القاهرة من علم الدهنة من كتب ومراجع كان بيدهنة علشان نقراها من أعداد طويلة ومطولة يمكن بعد المحاضرات كان يفضل قاعد معنا علشان يشرحيننا حاجات كتيرة جدا خاصة بالإعلام فعمني ما هنسى فضله علي لكن في النهاية لازم نقول أن في تحية وتقدير أو تحية واجبة لكل معلم بيقدر يأثر في الطلبة بيقدر يديهم المعلومة بشكل سالس وبسيط بيكون بيوصل معاهم بطريق الصداقة وبطريق المواد والرحمة وبيأثر فيهم جدا وعنده ضمير في أن هو يوصل لهم المعلومة فعلا تحية واجبة وتقدير ليه وإن شاء الله بإذن الله كده عمر محدة هيقدر ينسى أي فضل أي مدرس ولازم كنا نحترم المعلم الخاص بنا أنه بدينا علم مش هتعرف توصله إلا من خلاله